في يوم النحر تكون أعمال عديدة يتم بها الحج فيكون فيها الرمي يكون فيها نحر الهدي تقربا إما وجوبا أو استحبابا يكون فيه في هذا اليوم الحلاق أو التقصير يكون فيه الطواف الذي يتم به الحج يكون فيه السعي لمن لم يسعى قبل أو كان متمتعا ويكون فيه العودة إلى ميناء لبقية اليوم وبقية أيام الحج هذه الأعمال في هذا اليوم العظيم جعلته موصوفا بهذا الوصف وهو أنه يوم الحج الأكبر